وجاء في رواية للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فالله أكبر ما أعظم الأجور حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وقال صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها والله عز وجل يضاعف إلى سبعمائة ضعف فلا ندري ما هو الثواب العظيم الذي ادخره الله عز وجل وخص نفسه بهذا الصوم فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن للصائمين باب اسمه باب الريان أو باب الريان يدعى منه الصائمون فينادى يوم القيامة فيقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون منه ثم ولا يدخل منه أحد ثم يغلق أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح عند البخاري ترجمة نانسي قنقر